منذ اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء في الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 من قبل ميليشيا الانقلاب التي دمرت البنية التحتية في اليمن التعليم لم يكن في منع نحن حرب الميليشيا العبثية حيث سعت للاستيلاء على وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء وتم استبدال الكثير من مدراء المدارس بموالين يحملون ايدلوجية الجماعات المذهبية وصف الكثير من اليمنين بان التغييرات التي احدثتها الميليشيا على المناهج الدراسية تعد خطوة خطيرة لزراعة الافكار المذهبية الطائفية التي تتماشى مع افكار ونزاعات الميليشيا الطائفية تربويون وصفوا التغييرات في المناهج بانها محاولة لغسل ادمغة الطلاب وتشويه العملية التعليمية التي تسعى من خلالها الميليشيا لنشر الفرقة والعصبية المذهبية المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة اسيسكو ومنظمات تربوية عديدة ادان طباعة الانقلابين كتب مدرسية تحمل التغييرات على المناهج الدراسية اقامت الحكومة الشرعية باطلاف الاف الكتب المخالفة لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية ونبهت الميليشيا من مخاطر تغيير المناهج التعليمية في اليمن اتسبدالها بمناهج طائفية وحولت ميليشيا الانقلاب الكثير من المدارس الى تكونات عسكرية ومخازن الاسلحة ودمرت اكثر من الف مدرسة وهجرت الاف الطلاب مع اسرهم الى مخيمات النزوح ولم يستطع اغلب الطلاب العودة الى مدارسهم بسبب القصف المستمر من قبل الميليشيا الانقلابية عبدالستغلاب الاخبارية